اشتركوا في القناة هنا في مجبارة مرحبا بي مرحبا بي مرحبا بي مرحبا بي مرحبا بي اللي يخير فرح تشفتك مرحبا بيك معنا عتقنا بزاة الله يبارك فيك مرحبا بيك الحمد لله كل شي بي خير رمضان مبارك بصحاب السلام ان شاء الله ألينا وعليك تنتي بشكت مني يا ربي تقتحي شيشش غير هذا رمضان هذا بالطبط ما رتحيتش هيت كانت عندي فمازال عندي جولا دي المصرح فانجو جولت كانت مسرحية دي الأمشاج ومصرحية لقع اسميتها ايه دونك كنا عندي بزاف دي العروض ضايا وحنا مازالي اللاعبين مازال في كازا بن سليمان جديدة أقادير دونك بازال ما ترتاحش لا مازال مازال دونك رمضان أجواء رمضانية وأجواء مصرحية مصرحية والأجواء المصرحية زوينا مع الناس في رمضان بس كوكي هو اللقاء لي هو مميز يعني ماشي بحل أيام العادية فكتلقى الناس من المور الفطور كي يجيوهم أو العائلات ديالهم كنشوف كتباكلة في الأعمال كتيرة في رمضان كتتفرجي فيهم كيعش بكتتتتابعيهم هات الأعمال اللي كينين كيدوزوا قبل المغرب وما اللي كنشوف من بعد كتكون في المصرح حيث من بعد كتكون في المصرح في دونكاتو كتشوفهم من بعد في اليوتيوب صراحة منين كنرجع شوية بكريل الدار كنعود نطلل في اليوتيوب سنو غنخلي حتى اللي مرمضان إن شاء الله ونعود نتفرج في كل شيء ولكن كيوصلوني كيوصلوني الأصداء من عند الناس فلغيزو سوسيو حتى في التليفون أصحابي العائلة اللي كيعرفوني كي تسلو بيها وعوداني تاليقاءات مع الصحافة كتخليك تعرفي شنا هو الفيدباك اللي كعين ورادية أنتي على الفيدباك شوية مهم كين نجاح كين الحمد لله كين نجاح على شوية حيث ضروري كين انتقادات كين ناس كي يقول لك كين بزاف دي التسريبات سوسي هات المسألة شوية زاجاتي دفا كيكون واحد تحليلات خاطئة المواضيع قصت حاجة وكتفهم حاجة أخرى كيكون خاصة الناس غير تصبر شوية باش تفهم كتر باش تفهم كتر شو غا يوقع شنو غا يوقع أولا هاتك المسألة أولا شنو بنيها أولا شنو الرسالة اللي بغينا نقوله من خلالها فهذا الشيشي مرات كي يخليك فهمتي كتبانيك كي تقول عندك عندك تفهمتي هات الأعمال الأخرى كلها اللي كنت نجحت دائما الواحد كي بقم تخوف أنه ما يخافش على النجاح اللي هو وصلني حيث عندي واحد الغيرة كبيرة يعني على هات الأعمال اللي كندير هات المهمة اللي كنؤدي هي مسؤولية الممثيل وراء بحلها عنده صوت كي يقبر بها أمام واحد الملايين ديال الناس نوك ما منحقوش أنه يمرر رسائيل غالطة ومتي كايش بكت نوعية في الأدوار إيه تحدياتك تاخديها أولا تسيون شنس تسيو حد باش أنه يتكترحوا لك أدوار مختلفة نعم اكي حسروك شو في نوع محدد وهات القضية ممكن توقع بشكل كبير حيث الناس كتقلب ديما على الراحة على واحد الاختيار اللي هو موريح لها فحتى ربما مخرجين وربما الناس كديروا الكاستينج فاش كيكون كيقلب على واحد دور إلا كنتين تدرجة لأبتي بحل دك الدور وكيرتاح فأنا ويعيط لك ضغياء حيث ما غتكلفوش مجهود كبير فأنا وعادي يجربك فأنا بالأكس مني كيجي شي دور لي مختلف على دك شي اللي درت كنقول آه بلوم نفكر حيث كان بغي كيف قلتين ناخد هاد تحدي ويشوفوني الناس وحرج لي بشكل آخر نضيغ هاد العام الحمد لله كان واحد صادة طيب على دور اللي درت في خوخوتاتو خوخوتاتو دور بغت نظر الكريم مختلف تماما ايه واختيتو صغير مرة في تسيمة الحب ديالها الكورة والاختلاط ديالها بالجمهور ديال الكورة أعطاها داك الشخصية صادة طيب كتشوفوا للأصدقاء ديالك في أدور كتتفرح لي هؤلاء هؤلاء هالكم كتر علاقتك معهم في الساحة الفنية hertzم بصراحة عندي أصدقاء كتر في الساحة الفنية وكان فرح بزاف ميني كانشوفواهم مناجحين كتفرحوا البعضياتكم nonetheless شيغتوا bettyla'ts لأنني أرى ممثلة لعبة دورا وتقنى لأنني أرى ممثلة لعبة دورا وتقنى لأنني أرى ممثلة لعبة زوية وضبطة دورا وتقنى وأنني أردت أن نجهد حتى أن نكون في مستوى عالي وهو الثاني أقنى مجهود لذلك نحس فقط فتنقول بفترقات أو الممثلة وهي زميلة في العمل سيشاهدوني ودير فيهم النفس وتحفيز أس それ لا تحفيز لا، سيحفزهم، سيحفزوا بنا سينين سيشاهدوني بحالي أو يديروا الحصن مني وستنفرح إذا إختفاروا الحصن مني لا يمكنه إلا يطور من الأداء النسوي في التلفزيون المغربي العقل هذا الإحساس عندي حتى في المصرحة في السينيما حيث نحن محتاجين أن نشد بيد بعضياتنا ومحتاجين أن نعليوا المستوى وهذا العام أنا فرح أنا بزاف حيث كان حضور نسوي قوي في المسلسلة وكان بطولات نسوية كثيرة فهذه شيء تتلج الصدر لأن حتى الثيماتيك أو الثيمة المرأة حاضرة بقوة ومشاكل المرأة ومعاناة المرأة في المجتمع ما هي الممثلة التي تريد أن تفرج فيها؟ الصراحة نريد أن نكتشفهم كاملين ونرى ما ندارهم كل عام ولكن الحمد لله عام كانت تفاجئ ولو عنا ممثلة وعرات والله هذا العام أنا أعجبني بزاف بحلي أعجب المغربة كاملين راوبيا اللي ماني فيك كان نشوفها تف كنيناتي الدنيا بوطازوت اه 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 ابتسام العروسي أعجبتني بزاف كينا دوروف اه فتم زهرة بن ناصر اه ماريالا لواز اه زوينا بزاف تهي في عيشها أعجبتني اه اه كنت نقصي الرجال كنت نحضر عليهم نحضر عليهم حيث الحياة العام بس حسنا اكسفي نحضر على لبنات لونتعوني عندك ثلاثة خواتات كبنات بكتو ماربعة لا عندي جوجوخواتاتي بنات حنا ثلاثة لبنات أول اه ذوكوربعاد الخوت حوضي عوربعاد الخوت ثلاثة لبنات أول انتي اين نوع يدي البنات فيهم؟ أنا كل مرة كنجيهم بالنوع في شكل حيث كتمثليت عندهم وشوفي هو الممثل بحلاكة هو الممثل دير بحل الشي بونجة لأن مع من المطلقة كي يشرب ذك الشي أنا فاش كنت صغيرة كانت ماما ديما كتغوت عليها حيث كتقولي يا كتقولي وش انتي قرد في غايمة حيث كنت غيري إلى تساحبت معاشي بنت في المدراسة جديدة سوف ندرب بحلاك ندرب بحلاك كل شي سوف ندرب بحلاك شخصية واحدة سيمانة أشريا حتى نولفها ونحيض منها الشهوة ديالي نعود نرجع واحد لبريود لذا كنت سافرت مثلا مخيام أو لاصال مهم تلقيت أطفال جديد أو ثاني سوف يكون مميز ونحيض منه أشياء أو كتقوليني ونت تلقيني أو ثاني يلبسوا كيفيف يحضر دعتني الأمدي لكت لحظة كل شي كنت لحظة كل شي كنت لحظة كيف تفعل حاله وشخص ما كنت تخلع تشوف كيثو كتدرب حالو كيتورزة ولكن أنا لم أكن أفهمت بأن أرى شيئاً مثل رسالة بالأكس كنت أخاف لأنهم يقولون لي لماذا تفعله بحلقة ولم يجبه ولم يجبه كنت أخبرت بشكل مشكل ولماذا نقلد الناس بالزعف وهذه القضية بقيت فيها وحتى دابا أحاولها كل مرة نأتيهم شخصية كنت أخبرت بحلقة إذا كنت أخبرت بحلقة ماذا ستقولون؟ سأخبرت لك مغامرة سأخبرت كثيراً وليس كثيراً وليس كثيراً وليس كثيراً وليس كثيراً أي شيء جاءتني في بالي سأخبرها وليس كثيراً ومعرفتهم ماذا أخبرتهم؟ ألا أخبرتهم 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 ليس كثيراً أي شيء جميعاً أخبرتهم لدي الكثير من الانيرجية. ويأتي الكثير من القضية. كما تعجبني فراسي وتدارنا دائما كي يقول لي مزيان. دائما كنت أخواتي كنبغي أني نؤثر عليهم بعد المسألة. كما كان حش بالخوف ضغياء. زعم. كان زعم. كان زعم بتفل الاختيارات ديال الحياة. كان زعم ضغياء. ما كان ترددش بزاف قبل تقول أنه أحسن أنك تأخذ واحد القرار بالزربة وتمشي فيه للآخر ولا أنك تبقى متردد بزاف ومع تطل المدة طويلة وفي الأخير ما يبقاش عندك أصلا الختيار. وتقدر تدبع عليه. وتقدر تندم على ذلك القرار اللي مخديتيش. لهم ما خد. خلا واحد قل لك أنا باخد قرار. طلع صح. الحمد لله. طلع غلط. نشوف له تبرير. انتي غدا بات السيستير. بات السيستير. انتي الصغيرة أو الوسطانية أو الكبيرة. أنا الكبيرة. انتي الكبيرة في أخوت. وبالأقلية دي الصغيرة. دبا ومت باين كنتي كانوا. تبغيت أنت تكون عندك أسرة بحلاكة فيها أخوت. أربعة أخوت. الزمان. أربعة ديالة. أربعة ديالة. لا بزاف بزاف. اش حال المكسيموم دي. جوج. كنت أقول أني جوج. جوج صافي. إن شاء الله. إن شاء الله. كنت تفكري في الأموة. نعم. كنت أفكر في الموضوع اللي. بيانسر. غير معت. كنت أقول لني. ما عرفت هذه القضية. وش سي بيولوجي. كنت أظن أني شي حاجة اللي بيولوجي. إنه يحصل توقيت حالي حالي 25 عام و نعرفت هذه الحالة لأي أنا. وحالة بمجموعة الطحباتي. حالي 26 عام وتصبح حالي 5 عام و نعرفت. كنت أتبع ديالة لأطفال. كنت أجد أن تكون الإنسر أكبر. أو الإنسر للمجتمع؟ كنت أولا إنه دائما. كنت أقول لك إنه هناك حاجة اللي باستفر. هل تكون هناك الحالي الجميع؟ أو حاليже العيش؟ لا. لا. لا بحال شي بولا تتشلل داخل تحسك بحاجة احتياج في انك تدير انافه لا فيها اخوف او اذا ارتك على تلطي انه يجيك هذا اللبزون يقولي عندك واحد نظر مختلفة مثلا لي بايبي فاش كتشوف لي بايبي وش بحال انت قتشوفه مقبل ما عرفت وش يجي لقائد الناس ما عرفت وش بحال ارنوه كان يبتسم كي أعطوك على احساس تزوين ايه احساس تزوين وانتي قليلا ايها وانتي اوليت انا الي كنت اصولك وكنت قلت انك عادت تحطي صور مع الزوج ديالك وما حطيت يومش مزال متردده ولا ما بغيتيش مكتابش خورة عادي خذ مكتاب غير مكتابش لكن تشارك بزاف ديال الحويج زما شخصية مع النهاس كنت شارك المومات اللي كنكون هكا مع دارنا كنت شارك هو اختيار أنا كنت بعدي صغيراً غيرا ما كان بغيش ندخل في التفاصيل يعني دي الحياة الشخصية والمشاكل والحويج اللي بصح شخصية ما عرفش أنا عندي سؤال ما عرفش ليش الناس كيهتموا بزاف بهذا الجانب حيتاش إمي ما كتعتقد منهمش كيهتموا به أكتر ولكن علش زعمة وش فضول ولا تبرقيق أنا كنقول تبرقيق حيث الناس بحلا كان نحس شي مرات أنا كيكون عندهم مرغبة يشوفوا هاديك السيدة و هاديك السيدة ببيمن مرتبط باش غير يحققوا ديك الموت عادية اللي يقولوا ما جاوش مع بعضياتهم ولا جاو مع بعضياتهم ولا يستهل حسن منها ولا تستهل حسن منه ولا شوف هي كدير شوف هي كدير أنا هاد الججمنت و هاد الججمنت ما كنبغيش نعطيلي واحد أنه يستمتع به حي تخاهم كنبغي الناس باكس يشوفوا انكو بلزوين و باكس يكونوا فنانين ميكي توجوه هذا العكس على شوهراتي لهم ممكن تزاد ناس كيحبوهم بجوج أه ولكن رتها هي فيها واحد الججمنت فيها واحد الحكم على الشكل فيها حكم المظهر لأن الناس ربما كي أعرفوني أنا كي أعرفوا شخصيتي يك و كنبقى واحد شخصية اللي عامة ممكن أن الناس أعطي رأيها فيها بكل حرية ما كانش مشكلة و لكن رأي ديالك في واحد شخص لي هو ماشي شخصية عامة و ربما ما عندوش رغبة أولا ما عندوش أصلا استعداد أنه يتلقى هاد الججبان ديال الناس هاد الحكم ديالناس ولا الانتقاد ديالهم ولا حتى رأيهم مهما كان زوين ولا خيب فيه صعيب هو مبغيش لأضوء الزوج ديالك كيف قلت لك ما عندوش هاد الاستعداد ما عندوش هاد القابلية يعودت لي أنا لي كولي السورة ما ما حدرتنا ما شفناش بحال بحال و عادي بحال و عادي في الدار كيفاش كتكوني شكولي كيت عصب كتار سنقلس بعدها في الدار و لا نرني غدا يفعل حيث الشارك عارفهم أخذ ما كانت تحرك بزداف الصارحة كيتفهم و لكن ما عرفتش حتى اليمته إن شاء الله يبقى كيتفهم بعد إذا درتي الشي بي برا سأضطر إنتي تقلسي معها في الدار لا هاد القضية اللي قلتي ديال درالي الصغار أنا بالنسبة لي شي حاجة اللي هاد من الحويج اللي مخلي إني معطلة هي كنقول لولدك ولا بنتك خصك تقلس تفرغ ليه هاد هذه كمهمة عمر ما يمكنش زي ما كانت تعجب للناس اللي كي قدروا يخدموا مثلا نهار كامل و يشوفوا اللي بابا ديالهم تليل ولا يمشي و يسافروا ثلث يام ربع و يرجعوا يشوفوا اللي بابا صعيب ما نخدرش أنا نهارا ندير شي بابا غدين نقلس نقلس ليه واحد عامين دول تلت سنين من أجله و من أجلي أنا حيتي اللي غد تدير واحد الخطوة اللي صعيبة في حياتكو غد ضرب فيها تمارا و غد تهلك فيها حترة من شي ساهل بغلاف فام و في الأخر ما تستمتعش بيها هل تستمتع بيها؟ ينسور أصلا الناس عليها كتولد كتولد البشر دي الأنا ديالها هو اللي أول انت اللي بغي تحقق واحد ساعدة من خلال واحد الإنسان ستجيبه للحياة فعلى الأقل أعطيه وقتك أعطيه وقتك هل أنت صبارة؟ ماذا يصبار كثير أنت أو هو؟ بجوج كل واحد صبار في شكل ماذا يتقلق كثير؟ بجوج ستجيب الوحد والغضبة دياله كديرا ماذا يصالح للأول؟ لا تخصموش كما قاعدك الخصام ديالما لا تقلقوش نهضرو هل تقلقوش؟ نعم نعم كما قطعنا الهضرة في أسوأ الحالات يكون دك نقاشات كما تقلس الأرض و تصنط ونهضرو ونقول لك الأشياء كيف ما هي لا فهمت ولكن ليس بكلام خائب ليس معيور ليس إهانة غير يعني تستطير ديال الأمور هل تتقبلي إلى قليها هدي بكلافك وليس قلقاتني هل تتقبلي الملاحظات الوحدة؟ بيانسور ليس غير من عنده زي ما حساد تدار تدارنا من عند أصدقائي ما عنديش زي ما هاد المشكل بقدر ما عندي مشكل مع الأسلوب و هند انتي قررتي تبتلي من رأسك تولي شفتي هما مثل كاش يمكن ما تقاش تولي بإزان تولي هادي أكتار ما تقاش تعصب على شي حواج اللي انتي زي ما تقولي مع رأسك ما كيستهلوش في الدنيا شاكا و كيف هندي القرارات و كيف هاندي دارت؟ هاد طفرة أو هاد القفزة اللى وقعت هااااااااااااااااااااااااااااا هيا كان وحد اللي لازال لاغم او ولوحاد اللي لازاليجاو من لقوق ديالي هاد القضية توقعين للاسوذة تساعدتك من السرس والأعصاب من تشنج أخير فاكتف يضروني ويقف أشياء ويقفت أن أشياء قامتنا من أجل أن أثريتك من السرس ويقفت أن أصبحت شركة ويقفت مانا ليسر ويقفت أن أشياء تأثير ويقفت أن أشياء تساعدتك يساعدتك؟ هو ألي أعلمني واد في وقت النظر جاءت قلب قليلت عن طريقة العزر بشعر منتظر راحية ما كيف تأثير؟ وحسن من جميل القلب في قلب فهل يمكنك أن أبقى بشعر لأنني خلق والدهر و قلبي حسنوك المتطلق ما أقوم بشعر كنت أخذك لاتيزان مرة مرة كنت أخذها كدوة يلحرق الراس لكن كنت أخذها كثيراً لم يكن أخذها كثيراً لا تبقى عايش بحلاكة صافي كان هذا هو كان هذا أول ودك الأنشاء كانت هذه اللحظة فيه قلت لا ما أخذنيش نعيش بحلاكة سنو سنتضرر نفسياً وجسدياً كان نعاس ما كيبقاش مزيان كنت كان بغي أن نعاس كان نبقى نفكر بزاف دي الحوايج غير حادث مثلاً أنا نغيشي واحد كنديز بالطوموبيل و أغوط عليها كغالية مثلاً هاش كتديري و أعرفتين أنتين الناس في السوقان في الزنقة كتبقى تطلع فيه وتهبط وما كتقدرش تجاو به حيث ما يمكنش قبيح ولكن كيبقى فيك الحال وكالقراسي أنا في الليلة كمشين حطرات سائل المخدى كنفكر في هذا السيد اللي ما كنعرفوه أغوط عليها مع الحداش دي الصباح هذي السنسبليته تهياتكم أكيد من هذه القضية كنت أظن عند الناس كاملين اللي كيسترسيوا وقيتها بقيت بشوية بشوية قلتها ما يمكنش يبقى بحلاك شنو درسي وكتبت لكي تزان في الأول خدمت بزاف على الهاتف مهم هما كانت بزاف بزاف اللي ممكن اللي واحد يديرهم ولكن متاحين زيما في إنترنت وفي اليوتيوب متاحين في كتوبة ولكن أخذوا حد ربع ساعة ثلوة ساعة في النهار كندير ديزيتيغما كندير حويجات اللي كيخليوك على الأقل غير بعدها ترتاح واحد نصاة أو لا ساعة باش تقدر تعاود الديماري كتجدد الطاقة من جديد في الطريقة مثلا كنت كنت نتلقى الراديو كنت نتلقى راديو أي حاجة كنت صنت لها وليت كنت نختار شنو نسمع داكو شي حويجات لي كي كنترستيو مع الواقع ديزنقة مثلا غتلقيني فوص اللون بوطياج وأنا غاد ندير واحد الموسيقى اللي هادئة أو ندير بودكاست كي يتعرف شي موضوع اللي زويين وليتي كتوقع الحاجة كتوقع الحاجة كتوقع الحاجة كتوقع الحاجة لا تتغياجيش ديك الساعة نعم نعم هذيك اللوقيت اللي كتفكر خاصك توليك تفكر تولي فراسك تولي فراسك توليك تدير بحلاكة وهذا شي كي يجيب شوية بشوية كيف قلت لك وليت كنتر حلالتي واحد سؤال شنو الهدف ما نمور هاد الشي يعني مثلا باش ندخل فوحد نقاش اللي حاد اللي غي أتر إلي من بعد باش نقنع وحد الانسان بوحد الفكرة ولا شي حاجة ما بقيتش كن ما كيستهلش ماشي ما كيستهلش موضوع ما كيستهلش انا ما كنستهلش هذيك العذاب والانسان او تاني ما يكلفش على راسه بزاف يعني كل حاجة نعطيها قد المجهود اللي مطلب مني ما نحاولش نكون مخفي حيث هذه القضية متعبة بزاف وهذه الغلط كتحو فيه بزاف ذي الناس بجورو حيند كيف يجرح حيند اليوم؟ الظلم الظلم فقط إلى تظلمتي هذي الحاجة الوحيدة اللي باقي ما قدرتش زي ما نلقالها شي طريقة باش نتعامل معاو آخر مرة تظلمتي هين فوقاش بزاف ماشي بعيد زي ما ماشي بعيد ما 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 كيفاش غني قولك كنظن أن شي حاجة اللي ستبقى دايما كينا اللي خاصني أنا نعرف كيفاش نتعامل معاها واحد الوقت كنت كنقلب أنني نبرهن للناس بأن راح تظلمت مدابة مبقيتش حيث كين ناس اللي ممكنش يتغيروا اللي هما بطبيقاتهم كيكذبوا بطبيقاتهم كيدلموا بطبيقاتهم كي حاولوا أي يقاديوا الناس لأسباب أو اللي أخرى صعيب هاد الناس هادو تبدلهم انتي صعيب كتواجهي كتقول نقلب الراسي على وسط واحد آخر اللي يعتني القيمة ديالي وما يضلمني وما يضلمش حقي أحسن من أن نبدأ نتقاتل مع واحد نسولة واحد شخص ما بقيتش كتواجهي لا أنا قلت لك لكن المواجهة لا تفيدوا بشيء ما يمكن لكش تعود للناس التربية وتغرس فيهم مبادئ جديدة اللي ما غرسوهاش وليديهم وش ضروري الشخص يجي يقول لك سمحي ديالي ولا هينتك تقدر تسمح بوحدة مع رأسها سافة كتنسى لا ماشي ضروري ماشي شرط احنا مني كنسامحو وحنا كنرتاحو انت مني كتتسامح كترتاح حيث كتولي كتشوف هذاك الشخص مثلا وما كيفيقش عليك واحد الآلم كتشوفو عادي هينتك شنو مالي بروجيت ديال في 2023 شنو جاي كين أعمال ان شاء الله اللي جاية اللي عادي تكون من مورا رمضان ان شاء الله ان شاء الله تتكون في غماء وعد نقولها حيث تليحد الآن مزال غير في مرحلة ديال التحدير يعني غير وش وجه سينيما تليفزيون مصراحة أغنية التليفزيون وكين صراح وكين السينيما كين تفيل بيالسينيما اللي ديجا صورته وليما زال مخرج اللي تهو ان شاء الله يقدر يخرج هاد السنة فتعرف ان تلي الأفلام ديالسينيما كياخدو شوية الوقت باش يوجدو دور مختلف هاي لك؟ مختلف بزاف دايمان بزاف قاعد باكا مع جيهان البحار متشوقة بزاف وقاش يخرج ذاك الفيلم فيه قصة حب ولكن واحد الحب واحد شكل مختلف هنقول لك بين قوصين هو حب على الهامش ديال المجتمع وهمش ديال الحياة دايمان حب لي خادئ لوحد الظروف صعيبة بزاف كين ديبخوجي فالمصرح يعني عندي واحد تشبب كبير بالمصرح المصرح المغنى المغنى فيه بزاف دلمشاكي للمشاكين مجال Linux المغنى صعيب انا علاقلتي ويتيجرت حرجي أغنية ايه الناس لأختيل فاتت كنت اقول للناس بأننا سوف نخرج الأغنية ال watchd والأغنية واجدة وباقي أجداد. ماذا نبقى؟ اللي وقعه هو أني كنت بغيت ندير الكليب. وخعوص صعوبات بزاف في الكليب. باش ندير الكليب زويون. الكليب اللي كنت بغى ندير كنت بغى نديره على شكل كوغمية خاج. حت زي ما كامومتي لاجتني حشمت من أني ندير كليب فيه غير كنت ندير في حلاكة وكد رب فيها البرد. فهمتك. والناس دايزين. بغيت ندير كليب محترى. قصة بليماج. بحلا غنصور واحد في المقاسي. ديال واحد ربعات دقائق. وفي نفس الوقت بالأغنية. وصعيب. فين وصلتوا؟ فين حابسين لك؟ خاصة الفلوس. داول موسكي الكبير. بغيت ندير انتي التصوير اللي عندك يكلف بزي. شوية. ودابا أحشمت أني نخلي ذاك الحلم دكوتي وندير شي حاجة غير قد طاية. فهمتي؟ الحلم ما ماتش. ذا ما وخات أخر. ماينك نأمن بأن كل حاجة تجي فوقتها. منين غاديكتاب غادي تخرج. وغير يسمحوا لي الناس. إن شاء الله قريبا. وقتهم وبقت مع تلا. ماين نتمنى إن شاء الله قريبا. هين شكرا لك فرحت معك بزيال في اليوم. تانا والله العادي دو وزنا وقي تزوينا. كنتم لك توفيق في الأعمال ديالك. آمين يا رب. كنتم لكم استمتعتوا معنا. تلقوا الحلقة الجاية مع أفضل فضل جديد. اشتركوا في القناة